يعني خلينا ألخص الكلمتين اللي تكلمت فيهم في الثلاثة عشر دقيقة أو الربع ساعة اللي أنا تكلمت فيهم في استجواب وزير الأشغال قلت أكثر من نقطة قلت أول شيء الأخ عادل يار الله المستجوب أكد بأن وزير الأشغال نظيف وشريف ويده نظيفة هو يقول وكل بين فترة وفترة يرد يذكرنا أن معالي الوزير لا نشكك في ذمته لا نشكك في أن هناك تجاوزات مالية أو أخطاء تتعلق في تجاوزات مالية هذا طبعا يثير أن أنت تشجع واحد مستجوب يقول لك هذا الأمر يبقى شنو إذا كان هناك أخطاء فنية أو إدارية تستوجب المسائلة السياسية طيب أنا أيضا كرجل قانون اليوم لما محاور الاستجواب كلها هي محل لجان تحقيق ما تنبلبت فيها طيب أنا كيف يعني أروح وأقصل واحد سياسيا لمجرد تخمينات لم نجد تحت يدنا أي تقارير تؤكد مثلا على سبيل المثال الحصل متطاير ما هي التقرير قال بأن نتيجة أن هذا الحصل متطاير نتيجة مثلا خطأ مباشر من قبل وزارة الأشغال أثناء إبان وجود هذا الوزير وبالتالي يتحمل المسؤولية السياسية نحن قاعدنا نتكلم عن تكهنات الرجل على العكس قدم أنه استشرف الواقع من قبل أول ما تولى حقيبة وزارة الأشغال وقبل لا يصير يطق المطر ويتطاير هذا الحصل شكل لجنة واللجنة طلعت تقرير بأن المشكلة في الخلطة مالة القار تقرير ثابت وما كان يتصور أنه رح يطق مطر والمطر رح يصير تصير هذه الكارثة اللي نحن قاعدين نشوفها إذن هذا تحسب له ما تحسب ضده هذا جانب بقية الكلام كلام فني ما هو مبني على أساس تقارير نستطيع أن نفهمها هو قال من مهندس إلى مهندس طيب أنت من مهندس إلى مهندس إحنا الغير مهندسين كيف نستطيع أن نقيم الاستجواب بدون ما يكون هناك أوراق نعتمد عليها للإدانة فكانت هذه المناسبة يعني وقوفي مع هذا الاستجواب يبقى جزئية دائما أنا أتكلم في إطار عملي استرشت بقرار المحكمة الدستورية بأن لا تكون الأعمال أعمال سابقة عن فترة العمل الوزير ويجب أن تكون مستمرة فالأمور اللي يجب أن تكون مستمرة فهي يجب أن تكون محل تحقيق في مضامين محاور الاستجواب كثير من المحاور الاستجواب تتكلم عن أعمال ليست في حقبة الوزير فكان مثال قلت له إذا أنت ماشي بهذه الصورة طيب كان الأولى أنك أنت يعني تستجوبه في أستاذ جابر إذا كان هذه انطلاقاتك أنا قناعتي بأن اليوم حسب المعلومات اللي موجودة عندي أن الشركة سلمت المشروع إلى وزارة الأشغال ووزارة الأشغال سلمت أستاذ جابر إلى هيئة الشباب والرياضة وهيئة الشباب والرياضة استلمت هذا الأستاذ وما قامت في أي مناسبة رياضية وانتهت مدة الكفالة وبعد ذلك اكتشفت التشققات اللي موجودة طبيعي ما ننسب الاتهام لأن أساسا هيئة الشباب والرياضة لما يابوا الأخ الجزاف كان أساسا مستلمين المبنى وخالصين هيئة الشباب والرياضة يئة لقى الوضع بالنسبة لي سيئ شوف الأخطاء والفساد اللي قاعد يصير فبالتالي حرام أننا اليوم على طول نقول هذا فلان هو متهم لا نقدر نتهم الجزاف لأن الجزاف لقى المشروع بهذه الصورة لذلك نقول عشان أنت تقيم الحجة على أي شخص لا بد تكون مبني على أساس صحيح وهذه ميزة التدرج في المسائلة السياسية أنت اليوم ليش دائما نطلب التدرج في المسائلة السياسية لما أنت تروح على أعلى شيء وهو السؤال المغلوب في الاستجواب ورحت على طول أما تكون أنت لديك المستندات القاطعة اللي ما فيها مجال ولا تقبل الجدل أو أنك أنت تبدأ في التدرج في المسائلة السياسية لجنة التحقيق حتى المستمع للاستجواب اللي إحنا كنواب نسمع الاستجواب تكون لدينا قناعة مبنية على أسس هذا اللي أنا قلت لذلك شا أقول أنا كنت لما قلت عن أستاذ جابر أنا قاعدة أتكلم مو من باب أن أنا بتهم الشركة أو بتهم الوزارة أو بتهم كذا أنا قاعد أتكلم وفق منطق محاور الاستجواب المنطقة العامية الأخ عاد يوسف في مسألة الاستجواب كان يعني ردود أفعال سلبية جدا على الاستجواب لدرجة أنه وصف بأنه مسرحية وأن الجلسة كانت عبارة عن مسرحية واحد الأشخاص وصف ما جرى في بجس الأم اليوم مسرحية لحماية وزير الأشغال وليس استجوابا لمحاسبته على فشله الصارخ يستغربون أنه يعني بعد هذا اللي حصل تطاير الحصى والبنى التحتية تضررت عندنا في الكويت وشوارع الكويت كلها للأسف فعلا تعاني من هذا الاشكالية وقبلها كان فيه الغرق اللي حصل في أيام القمة الأفريقية ذا الذكر بعد ذلك الوزير يخرج بردا وسلاما بلا أي تأثير عليه ورون بأن هذا الأمر مرتبط بأن المجلس للأسف فقد أداة الرقابية وبات في جيب الحكومة تماما وأن الحكومة مسيطرة على المجلس وأنت يا أبو يوسف متداخل في هذا الأمر لأن أنت شاركت في هذا التجواب أبي تغييمك لهذا الكلام شوف اليوم أنت مثل القاضي نعم هل القاضي يخضع أنزين لآراء تخالف ضميرك أين كانت قد تكون صحية قد لا تكون صحيحة نعم أنت في وضع الاستجواب أنت مؤتمن وجدامك إنسان يعني حتى تقرر مصير هذا الإنسان من الناحية السياسية نعم ما يجب أن تكون بمنأة تماما أن تأثير عن الضغوط الخارجية لأنه ما تدري قد يكون هذا فاهم الموضوع غلط قد يكون هذا الشخص عنده توجهات معينة ضد هذا الشخص قد يكون في مقارب شخصية قد يكون عنده أجندات تتعلق في ضد الوزير نفسه لأنه ما وقف لمشروع أو كذا فهذا الموضوع يخلينا يعني نستشعر المسؤولية وبالتالي اليوم الخطأ الكبير أن عضو مجلس الأمة يستمع إلى بعض الآراء دون أن يقيم هذا الموضوع بطرق علمية منهجية نعم إن زين حلو اليوم أنت تستمع للشارع تستمع لحاجاته تستمع إلك لكن اليوم أنت في موضوع أنت بتحكم في ضميرك ما يصير تحكم ضميرك وفق الأسس اللي أنت درستها وتعلمتها وفق أصول الممارسة البرلمانية لذلك اليوم أنا لما أقف مع شخص هذه شجاعة مني ترى على فكرة الفضلة والله العظيم أسهل شيء تصير وفق هذا المنظور أنك تتبنى النقد والنقد اللي أقصده ممكن أروح واستلم استجواب واستعرض عضلاتي في الاستجواب وأصعب شيء أنك تأخذ الطريق الصعب الوعر لأن اللي يحب عمله ويحب أنه ينجز شيء يحكم ضميره أنت تدري ممكن يكون وهذا لا أقلل من شأن الاستجواب لكن الطريق الوعر سواء في الجانب الرقابي أو الجانب التشريعي هو البدء من الصفر يعني لو كان جانب رقابي عشان أحشد له فعلا وخليه يستوجب المسؤولية السياسية أبدأ في السؤال البرلماني في الجلسة الخاصة لإثبات حسن النواية والجان التحقيق لين أوصل إلى تأكيد بأن هذا الخطأ لا يدع مجالا للشك موثق بالمستندات وموثق بتقارير مثبتة باشر لمن يقرأ يسجل التاريخ لك حتى لو بقية الأعضاء صاروا تضامنوا مثل ما تفضلت أنه في جيب الحكومة أنت تاريخيا عملت اللي عليك وهذا اللي أنا قاعد أقوم فيه محطة الزور الدعو تأمينات اجتماعية خطوط الجوية الكويتية الأفسد إلى آخر الهيئة العامة الاستثمار